بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الشاهد الثالث والعشرين يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة وكان الكلام في رابعا تفسير ابن كثير وقلنا قال ابن كثير تأذنه وفي قوة الكلام يعني قوله تعالى تأذنه يقول ابن كثير وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة ولهذا أتبعت بلام في قوله لا يبعثن عليهم أي على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي بسبب أصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج سبع سنين وقيل ثلاث عشرة سنة وكان أول من ضرب الخراج أي موسى عليه السلام ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين وصاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراج ثم جاء الإسلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا تحت قهره وذمته وأدون الخراج والجزية أقول هذا أيضا ذكرت سابقا أقول أولا الجعل الإلهي في الآية بلحاظ المجعول الذي جعله الله وليس بلحاظ بني إسرائيل يوجد كلام يوجد آيات يوجد نصوص شرعية يوجد مقاطع من نصوص شرعية يكون فيها الحديث والخطاب والإشارة تكون مباشرة إلى بني إسرائيل هنا الكلام والإشارة إلى الذي جعله الله في موقف في خصوصية في مكانه في منزله يكون عذاب بني إسرائيل على يده إذن بلحاظ المجعول الذي جعله الله وليس بلحاظ بني إسرائيل وأن الله قد فرضت جزية على بني إسرائيل فكيف نتصور أن إتيان فرضت جزية وأن جبايتها يكون وتكون بسلطة ويد الكاثر فكانت ولا تزال دول وقوة مستكبرة وستأتي دول مستكبرة غيرها تحكم العالم ألا أن يأتي الفاسق الفاجر الظالم الدجال إبليس آخر الزمان فهل نتصور أن هؤلاء سيأخذون جزية يأتي آخر الزمان قلنا الدجال إبليس أو الدجال وإبليس فهل نتصور أن هؤلاء سيأخذون جزية من اليهود أو أن اليهود سيكونون مع الدجال المستكبرين ومن جنده وعمدته وأجهزة استخباراته وقوة الاقتصادية المسيطرة والمحركة الأمور والأفعال وهم سيكونون من جند هؤلاء ممن سيسيطر على العالم فكيف سيكون عليهم وينزل عليهم سوء العذاب من قبل هؤلاء وهم جند عند هؤلاء والضول والقوة لهؤلاء للدجال والإبليس وأيضا نحن في هذا الزمان نفس الكلام يجري فمن ستكون لهم القوة في فترة زمنية طويلة أطول مما سلط عليهم من عذاب في فترات زمنية تكون بالتأكيد أقصر وإذا كان الجعل إلهيا وكان بالحاظ المجعول وأن العذاب سيكون بأخذ الجزية وأن الانصراف الذهني الأولي يكون إلى المؤمنين الصالحين المرسلين والخلفاء المخلصين والمخلصين فيأخذون الجزية فكيف يخالف ابن كثير ذلك ويخالف الانصراف الذهني فإخلط بين المؤمن والكافر فيجري النصر يطبقه على المستكبئين الكفار الظالمين الفاسدين المفسدين أضافة لذلك في أن الواقع يخالف ما ذهب إليه من تفسير وتأويل في الحقب الزمنية التي مرت المتوقعة مستقبلا إلى اليوم الموعود وحتى في فترة اليوم الموعود كما بينا قبل قليل لفترة طويلة من فترة اليوم الموعود أي اليوم الموعود نصل بأسر الظهور ليس نفس اليوم وإنما إذا بني أن نقول إلى اليوم الموعود وأيضا بفترة طويلة ما بعد اليوم الموعود نحظ يعني إلى ظهور الإمام سلام الله عليه نقول إلى ظهور الإمام سيبقون هكذا وما بعد ظهور الإمام أيضا ستكون لهم القوة والسلطة والسطوة ولا يسلط ولا ينزل عليهم العذاب ولا يوجد من ينزل أو من ينزل أو من سيكون على يده انزال العذاب عليهم حتى ما بعد اليوم الموعود حتى ما بعد ظهور الإمام سلام الله عليه أقول فالحقب الزمنية التي مرت المتوقع مستقبلا إلى اليوم الموعود وإلى ما بعد اليوم الموعود لفترة طويلة تشير وبوضوح إلى أن الفترة الأطول جدا ليس فيها جزي على اليهود فلا مناصة من ذلك إلا بالقول أن التطبيق والمصداق الأوضح للآية أن يكون ذلك التسليط في آخر الزمان عصر ظهور المهدي الموعود والمسيح الموعود والداب الموعودة مع وجود السفياني والدجال والبيس وجندهم ومنهم الجن واليهود ثانيا نحن نشهد الواقع فإنه لم يأتي يوم القيامة وصار اليهود عشرات السنين ليس فقط لم يكونوا تحت قهر أحد بل أنهم جعلوا الآخرين تحت قهرهم وذمتهم يؤدون إليهم الولاء والخراج أضعافا مضاعفة من المسلمين من القادة من الحكام من الناس من الجماهير من الأفراد من الأشخاص صار هؤلاء هم من يؤدي الجزية إلى اليهود أقول ليس فقط لم يكونوا تحت قهر أحد بل أنهم جعلوا الآخرين تحت قهرهم وذمتهم يؤدون إليهم الولاء والخراج أضعافا مضاعفة والمتوقع جدا أن الحال سيبقى إلى حين فهل يا ترى يقول ابن كثير وخط الشيخ التامي بخرق القانون والوعد الإلهي ببعث من يسومهم سوى العذاب إلى يوم القيامة الذي يستزم العجز أو الجهل أو الكذب وخلف الوعد نعوذ بالله من ذلك نستغفرك اللهم ونتوب إليك ثم قال ابن كثير قال ابن عباس في تفسير هذه الآية هي المسكنة وأخذ الجزية منهم وعنه هي الجزية والذي يسومهم سوى العذاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من باب الأمانة ومن باب التذكير كل أو جل من ذكرت لا يذكروا آله يعني أقول ذكرت هذا من باب الالتزام الشرعي بالسنة النبوية الشريفة وأيضا أنبه هنا بأنها غير موجودة أصلا أيضا من باب التنبيه إلى هذا الأمر ويكفي مخالفة السنة الشريفة في هذا الأمر لمعرفة مقدار ما تعرض إليه أهل البيت من تشويه وتشويش والطعن وكذب وافتراء السنة النبوية الصريحة فالصلاة على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله مصلى على محمد وآل محمد قد بُترت قد دلست قد حكمت عليها البدعاء تحت عنوين باطلة التمثل بالشيعة كما فعلوا في غيرها من أمور يذكر بأن السلاة البتراء قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتن هذا هؤلاء المارق يتن بالصلاة البتراء والكثير من الناس ينساقون خلفهم تحت عناوين مذهبية وعناوين طائفية ما أنزل الله بها من السلطان كما يوجد في الجانب المقابل أيضا عند الشيعة من ينقاد لأمور ولبدع ما أنزل الله بها من السلطان أيضا لدوافع طائفية ومذهبية كل شيء ناشئ من الجهل ومن وسوسة الشيطان يقول ابن كثير والذي يسمهم سوى العذاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته إلى يوم القيامة وكذلك قال سعيد بن جبير وابن جريح والسدي وقتاده الآن يقول ابن كثير ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال يخرجون أنصارا للدجال ومر عليكم وإذا وفقنا الله سنذكر لكم كيف سيتمكن الدجال وينتصر الدجال ويفتح الدجال البلدان وهم أنصار الدجال يقول ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم مع عيسى بن مريم عليه السلام وذلك آخر الزمان يقول سبحان الله يقول مع عيسى عليه السلام ولكم التقييم في مستوى الحقد والبهض لأهل بيت النبوة والجدهم الأمين عليهم الصلاة والتسليم بل لكل المسلمين بكل الطوائف والمذاهب فالمهدي لا يختص بالشيعاء بل يشمل كل المسلمين الكل يقولون بالمهدي وأبن كثير لبغضهين شعة أهل البيت ولقطع أي طريق لذكر أهل البيت ولقطع التفكير بأهل البيت سلام الله عليهم لاحظ وسلام الله على عيسى لكنه يفتخر بعيسى ويستنكف ويستكبر على أئمة المسلمين على المهدي الذي حسب أطروحة الشيعاء ورأي الشيعاء والمهدي حسب أطروحة السنة ورأي السنة لا يأتي بالمهدي أصلا يقطع قوية المهدي من الأساس يفتخر بأنهم سيكونون مع عيسى وعيسى وزير للمهدي عيسى يصلي خلف المهدي عيسى لا يقبل بالتصدي للإمامة ما دام عندهم الإمام ما دام المهدي هو المتصدي أقول لكم التقييم في مستوى الحقد والبغض لأهل بيت النبوة وجدهم الأمين عليهم صلاة والتسليم فيذكر عيسى عليه السلام ويوحي بأنه الموقذ والمخلص في آخر الزمان على قول وملهج النصارى هذا القول الذي يؤكد على أن عيسى هو المنقذ هذا قول من؟ قول أهل الكتاب قول النصارى ويجعل المسلمين بمجموعهم حتى مع الإمام الإمام المهدي الشيعي أو المهدي السني ويجعل المسلمين بمجموعهم أتباعا له فيقول فيقتلهم المسلمون مع عيسى فإنه حتى لم يذكر ما ذكره البخاري ومسلم من أن فيكم الذي يصلي عيسى خلفه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه رواه أبو نعيم في أخبار المهدي وفي صحيح الجامعة الصغير وقال الألباني صحيح ثانيا قال الحافظ أبو الحسن الآبري قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر المهدي وأنه من البيت وأنه يملك سبع سنين وأنه يملك الأرض عدلة وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يأم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه وقال أيضا قد علمت أن حديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد فاطمة عليه السلام بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها وأبين كثير ينكر هذا وقال علامة محمد السفاريني وقد كثرت بخروجه أي المهدي الروايات حتى بلغت التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى أعد من معتقداتهم ثم قال وقد روي عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقاد أهل السنة والجماعة والبخاري قال في أحاديث الأنبياء ومسلم قال في كتاب الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم الإمام منكم من المسلمين من يقول البخاري ومن يقول مسلم يقول وأب كثير يخالف البخاري والمسلم يستنكف من ذكر المهدي يجعل القيادة لعيسى ويجعل كل المسلمين أتباع لعيسى حتى الإمام الذي هو في المسلمين ومن المسلمين يجعله تابعا لعيسى عليه السلام كل هذا بغضا بالمهدي ولماذا يا بغض المهدي بغضا بأهل البيت بغضا بالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم بغضا بالسنة النبوية الشريفة بغضا بالوحي الإلهي الذي أتى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق إلا عن وحي وفي مسلم الإيمان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال صلى الله عليه وآله وسلم فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى سلي لنا فيقول الله إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة تكرمة الله هذه الأمة لاحظ الله بقول عيسى بإقرار عيسى طبعا بالنس مسلم في كتاب الإيمان لاحظ بقول عيسى بإقرار عيسى بأن الله أكرم هذه الأمة فعيسى بشخصه بنموته بإمامته لا يتقدم للصلاة لأن الله أكرم هذه الأمة بالأمير بالإمام بالمهدي السنية والمهدي الشيعي ومع هذا يخالف ابن كثير هذه الحقيقة الإلهية وهذا الواقع الإلهي وهذا الأمر الإلهي مخالفة سريحة أقول ساعدكم الله يا أهل بيت النبوة كم تحملتم من الخوارج النواصب المارقة على طول التاريخ اللهم والعنم بغضي آل بيت محمد الصادق الأمين عليهم الصلاة والتسليم وعلى كل حال فإن هذا إقرار من الخط التيمي أن عصر ظهور المهدي وعيسى من تطبيقات هذا النص القرآني الشريف إذن مهما قالوا فالنتيجة التي نريد أن نصل إليها هنا والتي تهم أيضا في البحث هو أنهم يقولون اليوم الموعود يوم ظهور المهدي والمهدي وعصر الظهور وما بعد الظهور هو من تطبيقات هذا النص القرآني وهذا الشاهد القرآني والذي يحصل فيه تطبيق لهذا الشاهد القرآني وهو الذي سيسومهم سوء العذاب أي على يهد المهدي سلام الله عليه أو في عصر المهدي أو من المهدي وتحت قيادة المهدي سلام الله على المهدي